تصريحات أمريكية حادة تجاه إيران الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لا يمكن لطهران الإفلات من العقاب بعدما أمر بضربات جوية على منشآت تابعة لميليشيات مدعومة من إيران شرقي سوريا مؤكداً في الوقت نفسه أنه ينصح النظام الإيراني بالحذر ووصل التحذير الأمريكي مداه حينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا استهدفت إرسالة رسالة مفادها أن بايدن سيعمل على حماية الأمريكيين كما أوضحت ساكي أن أي إجراءات أمريكية أخرى في المنطقة ستكون بالتشاور وتستهدف منع تصدير التوتر في سوريا وعلى نحو النموازن دافعت وزارة الدفاع الأمريكية هي الأخرى عن مشروعية الضربة العسكرية في سوريا إذ أكدت أن الأهداف كانت تستخدمها ميليشيات إيرانية واستند البنتاجون في تنفيذ الهجمات الجوية إلى سبب آخر وهي أنها جاءت رداً على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق واستهدفت الضربات الأمريكية مواقع الفصائل المسلحة منها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء بمدينة البكامال على الجانب السوري من الحدود مع العراق حيث تسيطر جماعات مدعومة من طهران على معبر مهم للأسلحة والأفراد والبطائع